لا يزال ذلك اللقاء العاصف بين الفتاة يوروبا ووالدها جعفر الذي أفرج عنه عقب اعتقال دام لثلاث سنوات في مدينة الصالح حاضرا في أذهان الجميع ويكشف جانبا من القهر الذي يعيشه اليمنيون وتعز خصوصا مدينة الصالح واحدة من المنجزات القليلة التي تذكرنا بعهد الرئيس المخلوع الممتد على ثلاثة عقود لكنه لم يرحل إلا وقد خلد اسمها كأسوأ اسم على مسامع اليمنيين بعد تحولها إلى معتقل تستخدمه ميليشيات الحوثي لقهر اليمنيين وكسر إرادتهم الداخلون إلى معتقالة الصالح لا يعودون وإن عادوا عادوا مشلولين وبإعاقة دائمة تقرير حقوقي جديد أصدرته منظمة سام كشف جانبا من ظلمة هذا المعتقل ليكشف لليمنيين واحد من أخطر السجون الخاصة في البلد تمارس فيه انتهاكات بشعة بحق المحتجزين يقول التقرير أن الرعب الذي يعبر عنه المعتقلون المفرج عنهم ليس له وصف وبحسب الشهادات فإن الخروج من هذا المعتقل يشعرك بحياة جديدة يقول أحد المعتقلين لسام أن بعضهم خرج من السجن وقد أصابه الجنون وآخر دخل السجن مجنونا فعاد لرجده جملة تختزل كل شيء معظم المختطفين من المدنيين يهدف الحوثيون من اعتقالهم لمبادلتهم بأسر الميليشيا المحتجزين لدى الجيش والمقاومة أو يتم اعتقالهم وتعذيبهم بغرض التجنين أو الابتزاز المالي إضافة إلى المعتقلين السياسيين ومن يثيرون قلق الجماعة في مناطق سيطرتها التقرير يوثق شهادات وتجارب 27 معتقلا من ضحايا السجن الصالح كاشفا أسليب التعذيب الشسدية المؤلمة والتعذيب النفسي الذي يجعلهم يصابون بالفزع لمجرد تداول أو ذكر اسم سجن الصالح كما يوضح التقرير يتحدث التقرير أيضا عن موجود أكثر من 51 سجنا خاصا في محافظة تعز من بينها 29 سجنا تديرها ميليشيا الحوثي وتسعة سجون تديرها القوات الحكومية وتسعة أخرى خاصة تديرها القوات الموالية للإمارات في الساحل الغربي وأربعة سجون خاصة بتنظيمات متشددة وكأن ما ينقص هذه المدينة المحاصرة بالموت والقذائف هو مزيد من السجون